على امتداد الافق وعلى مقربة من مدينة اربط شمال الاردن تربض في جنبات غابات برقش الذائعة الصيد مغارة كان يمكن ان تكون رافدا مهما للسياحة لكن الاهمال وربما التهميش حرماها من قدر واسع من سياحة مستحقة على مدار العام مزيج جيولوجي حيوي ذو جمالية كلسية وجيرية طبيعية بمساحة تصل الى 4000 متر مربع تشكلت من تجويف طبيعي يأسر الالباب والافئدة نتجت عنه عدة مغاور وكهوف صغيرة ومتوسطة الحجم مشاهد جيولوجية فريدة ونادرة تدلت تكويناتها من الاعلى بشكل ابواق وصفائح وترسبات كلسية هذا المتحف الجيولوجي المفتوح يستطيع المواطن ان يربطه بمحيطه الحيوي الموجود داخل المنطقة من اشجار حرجية ونبتات وحيوانات فهذا التشكل يعطي التنوي الاحياء الموجود في المنطقة بعد جمالي ويرى كثيرون ان الاهمال الحكومي لا مبرر له لا سيما انه مستمر منذ اكتشافها بطريق الصدفة قبل عشرة اعوام امر ربما كان وراء تغييبها عن الجمهور والباحثين واضحى الضحية لفترة من الزمن لعمليات تخريب بحثا عن دفائن وكنوز تعمل وزارة السياحة والاثار على اعادة تأهيله بحيث ان تم ادراج هذه المغارة ومنطقة برقش بشكل عام في مشاريع ذات الاولوية والمشاريع المخترحة من 2016 ل2017 و2018 لا يخفى على كل ذي بصيرة اخفاق سلطات السياحة هنا في صنع منتج سياحي جديد يثري تجربة السائح بمزيج جمالي وعلمي من ترسبات الرخام والمرمر والفيروز فمن شأن هذه المغارة ان تكون مساحة مناسبة لرحلات المغامرات والاستكشاف رائد عواد الجزيرة غابات برقش شمال الاردن